السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دعاء من قناة أسهل وأسرع وصفات النهاردة هنعمل مع بعض 3 ماسكات للشعر والبشرة والتخصيص كمان متابعين القناة أصدقاء القناة طلبهم طريقة استخدام بزور الكتان وازاي يستخدموها فهنعملها مع بعض النهاردة وهنعرف ازاي نعمل المسك للشعر والبشرة والتخصيص اول ماسكة هنبتدي به هو ماسك الشعر زي ما انتو شايفين كده قادي بزور الكتان هناخد معلقة كبيرة وهنكون مجهزين مية على النار هنحط معلقتين كبار زي ما انتو شايفين كده دي معلقة الاولى وهنجيب المعلقة التانية معلقة كبيرة مليانة على كباية مية كبيرة على النار وهنسيبهم يغلوا لحد ما يكونوا جل وهيكون القوام كسيف معانا يكون جل طول ما هو على النار واحنا بنقلب فيه كده بالمعلقة علشان ما يلزقشي لانه بيكون جل معانا هنفضل نقلب فيه زي ما انتو شايفين كده خلاص بدأ يكون الجل معانا ها وبدأ قوامه يبقى كسيف معانا شوية زي ما انتو شايفين ادي الجل ها هنقلب فيه وبكده خلاص خلاص كده هندفع عليه هنجيب مصفة هنصف فيه عشان هناخد الجل شايفين القوام بتاعه بقى الجل كسيفة ها زي ما انتو شايفين كده كده خلاص جهزت معانا هنا زيت جوز الهند او لو عندك زيت زتون برضو تقدر تحطيه انا دايما بحب استخدم زيت جوز الهند حطيته في ازازة نضيفة معقمة بالقومة كده زي ما انتو شايفين الجل بزور الكتان وبعد كده حطيت عليه زيت جوز الهند وحمسك اله ازازة ارجها كويس جدا 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 لحد ما القوام يتجانس مع بعضه زي ما انتو شايفين كده هتستخدميه ازاي هتبتدي تستخدميه من بداية من فروة الرأس لحد اطراف الشعر مع التدليق فروة الرأس وبعد كده هتلبسي كيس بلاستيك لمدة ساعتين او ثلاثة وبعد كده هتغسلي شعرك ببلسم وخلاص مرة كل اسبوع وممكن هتستخدميه في التلاجة ممكن يقعد معاكي اسبوع هيفضل معاكي اسبوع في التلاجة تستخدميه مرة كل اسبوع الوصفة التانية اللي هي هنجيب معلقة كبيرة من بزور الكتان هنطحنها في المطحنة زي ما انتو شايفين كده اللي هي مسك البشرة طحن بزور الكتان ومعانا هنا زبادي او اللي هو الروب هناخد معلقتين كبار منه وهنقلبهم على بزور الكتان المسك ده يا جماعة بيدي ترطيب ونعومة وحب الشباب برضو ازلت حب الشباب وبيشد البشرة وجميل جدا للبشرة جربوه هيعجبكم طبعا انا لقيت الكوام تقيل شوية زي ما انتو شايفين كده فحطيت عليه معلقة موارد معايا هنا الموارد حطيت عليه معلقة موارد عشان اخففه شوية وكمان الموارد مفيد جدا للبشرة وجميل للبشرة وبعد كده هتقلبيه كويس وتسيبيه دقيقتين قبل ما تدهني سيبيه دقيقتين للأول وبعد كده ابدأي ادهني البشرة من فوق من تحت الفوق بتدليق دائري تدليق دائري من تحت الفوق على بشرتك زي ما قلتلكو هنضيف معلقة موارد نخف القوام شوية علشان المصق وهتسيبيه دقيقتين تقدري تكرر المصق مرتين في الاسبوع وممكن يقعد اسبوع معاكي في التلاجة تستخدميه زي ما انتو شايفين كده هتحطي كده منه وتبدأي تدليكي بشرتك من فوق لتحت دلوقتي بقى نيجي لوصفة التخسيس بالنسبة لوصفة التخسيس بتخدي معلقة في ثلاث مرات في اليوم قبل كل وجبة ثلاث مرات في اليوم قبل كل وجبة